اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج دردشة مع فدوى موضوع حلقة النهاردة عن دول الاحتياجات الخاصة في اعريضة من فلدات اكبدنا اللي شاءت الاقدار انهم يكونوا مختلفين لكن بتميز وبمهارات اكتر ادرين انهم يعيشوا ويتعيشوا في المجتمع يشوفوا الاعاقة كحافز للنجاح مش عجز ابدا يستثمروا الهمة والعزم والقدرات الفريدة ويمرسوا حياتهم بشكل طبيعي اسوة باقرانهم من نفس السن نفس البيئة وكذلك الخلفية الاجتماعية لكن محتاجين الدعم والتقبل ومساعدات اضافية وكتير من التناء والاطراء محتاجين حد يفهمهم ويفهم احتياجاتهم وهيوصلوا بدرجات اعلى حتى من درجات الاسوياء وله لا يمكن نخلق منهم اسطورة محتاجين حب اكتر وهم اصلا منبع الحب ومصدر الفرح والطاقة الايجابية والخير وكمان البركة الاعاقة هي اعاقة الفكر ومحدودية التفكير واعاقة الطموح واعاقة الرغبة في التحدي والتغيير تحت شعار اعاقتي ليست نهايتي تعالوا نتابع كل ما يخص هذه الفئة من المجتمع في دردشة جميلة مع الدكتور عبير عبدالله اخصائي تربوي واجتماعي اللي منوراني في الاستوديو اهلا وسهلا دكتور عبير عبدالله شرفتيني ونورتيني في الاستوديو وانا سعيدة انك معايا انا اسعد يا دكتورة فدوى وجميلة اللي بقدمها اللي قلتيها عن زوج الاحتياجات الخاصة وسعيدة جدا ان انا معاك النهاردة في برنامج دردشة مع فدوى انا اسعد والله نبتدي بقى بالسن اللي الامهات بيكتشفوا فيه ان ابنهم عنده اعاقة في ناس بتكتشف الاعاقة في سن يعني ما بعد التمدرس لما الولد بيدخل المدرسة او الراود او الحاجات دي فيه ناس بتكتشف الاعاقة يعني في شهوره الاولى فيه ناس بتكتشف الاعاقة يعني لما الطفل يبتدي الحاب ويبتدي ينطق بالكلمات نورينا في السن اللي الام لازم تاخد بالها من طفلها وتشوف ايه الاختلافات اللي عنده هو عادة الام بتبتدي تلاحظ طفلها من سن سنتين ونص ثلاثة يعني ده الاكيد اللي هو سن الحضانة او الكيجي او الدخول الطفل اللي لسه مع اطفال واصحابه هتبص تلاقيه مختلف عنهم هتلاقيه متأخر عنهم في النطق متأخر عنهم في التفاعل الاجتماعي هي رفسها هتحس بالفرق ان فيه تأخر عند طفلها من سن سنتين ونص أو تلاثة يعني قبل سنتين مش ممكن نكتشوف ان الطفل عنده اعاقة لا ممكن بس ده هنقول الام الزكية شوية الام النبيها هي اللي هتلاحظ ان طفلها عنده مشاكل اثناء سن المنغاء اللي بنقول عليه المنغاء والطفل بيلاغي يعني سن سبع تمن شهور ممكن الام تلاحظ على طفلها انه هو مش منتبه للاصوات كويس مش بيتجه نحو الصوت عنده عدم تواصل بصري مش بيتجه ببصره نحية الاشياء نشوف الاعراض بتاعة الاطفال اللي عندهم احتياج خاص وازاي نكتشفها بعد المكلمة اللي عندنا واللي حينورني فيها الشيخ خميس العجريمي اهلا وسهلا بحضرتك شرفتني ونورتني الله يشارك مقدارك ومرحبا بيك ببلدك الثانية مصر رب الله يحفظك شكرا جزيلا مصر هي بلد الثاني موضوح حلقتنا عن الاطفال من دوي الاحتياجات الخاصة لكن دردشتي معاك حتكون عن التسعتاشر زوجة انا عارف انك تزودت تسعتاشر مرة ما احنا احنا انتو الخبر وصلكم يعني عشان نضيف شوية شوية ضحك ومزاع على الحلقة طب ازاي تسعتاشر وايه المميز في كده والله احنا كقبائل او كعرب دائما متعددين والتعدد اصلا يعني احنا تورصناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان متتعدد الزوجات وكان متعدد الزوجات والنبي عليه الصلاة والسلام لما اتى رجل قال له تجوز قال له انا زروفي تعبانة قال له تجوز قال له تجوز تاني قال له زروفي يا رسول الله تعتبت اكثر قال له تجوز ثالث قال له يا رسول الله تجوز رابع تجوز رابع الرابعة دي فيدي حرفة فالحرفة تعلمت الستة التنين وأصبح زوجهم يمتلك صروة فأتى حتى يأتي يأتي حق المال لبيت المال فالنبي قال له أنت مسجدني وأنت ظروفك قال له يا رسول الله ظروفي تحسنت بعد الزوزة الرابعة والخير تدفق عندي فأنا جاي نعطي الله حقه في المال اللي ربنا كرمني به فقال يا قوم من أراض منكم الغنى فليتجوز الجواز حلو لكن الزواج أو التعدد الزواج أصلا صعب في ظل الظروف الاقتصادية الرهينة فبالأحرى يعني 2 و3 و4 دلوقتي لو يتجوزوا أربعة سيفتقروا لم أرى في أقاربي يا دكتورة لم أرى في أقاربي أحد معدد زوجات وله فقير يعني دائما متعدد زوجات تلاقيه من ضمن الأثرياء الأغنية ربنا كرمه وبنا عنده كده مع إني ضد التعدد مع إني ضد التعدد طبعا لكن عوز أسأل حضرتك هل في القبائل كل الناس أو كل الرجال بيعددوا يعني كلهم كده أغلب القبائل أنا عمي تمانية والدي خمسة يعني ولكن مش خمسة أن نغير الشرع طب ومشاكل الغيرة ونفسنا اللي بتكون بين الزوجات وكمان يعني إزاي يعني نبسة أربع زوجات أو لديهم يعني كل الحاجات اللي هم محتاجينها الغيرة دي حب وطالما الزوجة تغير على زوجها أكيد بتحبه ما غارت عليه إلا بتحبه ولكن لو ما تسألش فيه لا بس زي تعامل الرجل مع الغيرة دي هي غيرة أربع ستات مش وحدة إذا كان عادلا ولا يهمه شيء أعدل فيما أملك إلا ما أملك ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ربي أعدل فيما أملك إلا ما أملك نزلت آية في التعدد مثل نوا ثلاث واربع ونخفتم أن لا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا عبد النبي عليه الصلاة والسلام شاور بالسبابة على قلبه وقال أعدل فيما أملك يا ربي أعدل فيما أملك إلا ما أملك وشاور على قلبه قلبه مش ملكه ولذلك ميال لأحد زوجاته طب ومين منهم ملك قلبك مين آه مين من زوجاتك طبعة صعب أولا كل واحدة لها ملوك القلب آآ باتجاه يعني دي مثلا زوجتي اللي هي أم أولادي الكبيرة رقم واحد دي تحتبر إحنا عندنا هي العمود الأساسي التعليبية أتمنى تكون بتسمع المداخلة والله أنا بس أنا بتكلم ما يمل عليه ضميل والتعدد جميل 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 للراجل بس لابد أن يكون يتوفر في شروط التعدد طب حضرتك اللي ديمت على واحدة من زوجاتك اللي طلقتهم لي علاقة بيهم وبكلمهم وبكلموني وأنا عندي زوجة مخلف منها ثلاث أولاد من منطنطا حاليا أولادي عادي معاه وبتكلف فيه بالتليفون وبتيجي لبيت وبتقعد مع أم الأولاد الكبيرة على ذكر الأولاد ربنا يحفظهم كم ولد عندك أنا بيبقى عندي يعني دايما على زمتي أربع زوجات وكم من الأبناء عندك عندي من أبناء تسعة ما شاء الله ربنا يحفظهم حضرتك شرفتني ونورتني في برنامج دردشة مع فدوى وتمنى لقاء حضرتك مرة أخرى أنا كده بس خلي بالك يا دكتورة أنا كده بس النساء حيزعلوا مني وأنما أنا مؤيد المرأة ومن عشاق المرأة وحب المرأة في كل تصرفاته العملية وعندي أحد من زوجاتي المحامية واللي خريج الجامعة أمريكية وكلهم يعملوا وعندي ديمقراطية بطريقة بحتة جميل جدا ربنا يبارك فيك ويبارك في زوجاتك وفي أولادك يا رب وإلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله إيه رأيك دكتور عابير يعني نبعد شي ويهي عن موضوع هذا أنا شايفة عنده طاقة إيجابية وهو متقبل الحياة كده وهو بيقول لك أنه هو متفاهم مع زوجاته لا وهو بيخلي على زمته أربعة يعني هو مش عشرة يعني دايق بيخلي أربعة يعني وعادل كمان لا والجميل أنه هو بيحتفظ بصدقتهم بعض الطلاق يعني هو معترف أن بعض الطلاق في تواصل ودي حاجة كويسة رغم أننا كلنا بنرفض التعدد كسيدات وعن الستات بيرفضوا التعدد بس هي يعني كل واحد وقدره وهي حريات طبعا شخصية وكل واحد كمان وإمكانياته نرجع بقى للأعراض نرجع نورينا طبع إحنا بكلمنا عن الأعراض أعراض طفل التواحد أنت عايزة أعراض طفل التواحد يعني يمكن نقول أي إعاقة لأن الإعاقات متعددة في السمعية البصرية الدهنية العقلية القسدية أي إعاقة زي الأم تعرف يعني أن ابنها في حاجة يعني لازم تنتبه لها أو لازم تقويمها كلنا يعني لما بنحضن أبنائنا يمكن ما بنحسش يعني بالإعاقة أو ما بنحسش أن في نقص في حاجة يمكن محتاجين يأكلوا يغيروا ويشربوا بس لكن إيه الحاجات التفصيلية الدقيقة اللي لازم ننتبه لها خلينا متفقين أن في إعاقات من أول ما الطفل بنزل من بطن أمه وأحياناً كمان وقت الصنار وهي حامل فيه بتظهر أنه عنده إعاقة أو هو طفل دون أو عنده مشكلة فيه دمور فيه شلل دماغي فيه إعاقة حرقية دي الحاجات دي كلها بتظهر عليه بدري وبتظهر بالأثناء الولادة أما لو تكلمنا عن التوحد التوحد هو الصعب أن نعرف أن الطفل أو نجزم أنه عنده توحد إلا لما يبتدي تفاعل مع اللي حواليه ونلاقي قلة في التفاعل الاجتماعي وأنه عنده عدم تواصل بصري مع اللي حواليه ما بينتبهش للأشياء قبل سن التامدرس أه قبل سن التامدرس قبل سن حضانة اللي بنقول عليه سن كي جي وان كي جي تو اللي هو السن اللي هو ثلاث سنين بداية الكي جي أو بداية الحضانة بيبتدي ما يبقاش عنده تفاعل اجتماعي عنده عدم تواصل بصري أو تواصل لفظي أو غير لفظي عنده مشكلة في النطق عنده مشكلة في التخاطب بتاعه مش بتفاعل مع اللي حواليه من إخواته من أهله ممكن نلاقي عنده برضو شوية فرط حركة زيادة تأخر في كل حاجة تأخر عقلي زهني هتلاقي عنده مشاكل كتيرة بالنسبة للطفل فطبعا الأم دايما بننصحها بالتدخل المبكر أول ما تحسي أن طفلك عنده مشكلة ما أو عنده تأخر في الكلام في التفاعل اجتماعي بتاعه وفي التواصل البصري بتاعه نبتدي نعمل تدخل مبكر لأن كل ما اشتغلنا مع الحالة بدري كل ما تحسنت بدري ما بنقولش أنها تخف أنه هياخد برشامة فيخف نهائي لا احنا بنقول أنه كل ما ابتدينا بدري الحالة بتتحسن وبنساعده أنه يتعايش يندمج لا مش يندمج هو يتعايش ويعمل رعاية ذاتية النفس ويقدر أنه هو لا ممكن نقول يندمج مع المحيط بتاعه يعني مع الإخوة مع الأقران وهو بيلعب مع العائلة لما بتيجي زيارة ماذا كمان ممكن نسميه اندماج طبعا هي لو اندماج الاندماج طبعا يعني هي مش في المحيط أيوة ولينا هنتكلم عن الدمج يعني الدمج في المدرسة وإيه الآليات اللي لازم نتابعها بس شوية شوية طب دلوقتي إيه أثبات يعني الاحتياج الخاص ده أو الإعاقة عايزة أقولك لحد دلوقتي ما أجزموش العلماء على سبب يعني يقولوا أنه هو ده السبب الحقيقي اللي عمل توحد أو اللي هو سبب تسبب في توحد بنجزم به بس نقدر نقول أنه فيه مؤشرات وفيه حاجات بتقول لنا أنه دي حاجة خطر بتأدي إلى تشوه جنين أو تشوه طفل أو بيعمل نوع من الإعاقة أو بيأخر نموه أو بيسبب توحد زي مثلا الأم الحامل المدخنة اللي بتكسيرة التدخين اللي بتشرب كحليات أثناء الحمل فيه أمهات بتشرب خمرة وبيرة وحاجات أثناء الحمل بتأثر على الجنين أو الاكتئاب لو كانت مثلا المرأة حامل وهي عندها ضغطات عندها مشاكل مكتئبة معنفة هل ده كمان ممكن أؤثر على صحة المرأة النفسية صحة المرأة النفسية لازم منها ولازم نهتم بيها أثناء الحمل وغير الحمل وأثناء الرضاعة عشان الطفل حتى يطلع حتى الطفل النورمل كويس ومش عصبي ما عندوش أي مشاكل نفسي لكن إحنا نتكلم سيبينا نكمل الأسباب بتاعت اللي هي بتسبب إعاقة أو بتسبب مشاكل قلنا أن الأم المدخنة الأم اللي بتشرب كحليات الأم اللي بتتعرض لإشعة سينية أثناء الحمل ممكن برضو لو تكلمنا عن ده الكلام ده والأم حامل لو تكلمنا أثناء الولادة أو بعد الولادة شفط الطفل بالشفات وضع الطفل في حضانة يعمل نقص أكسجين بيبقى عنده نقص أكسجين نقص الأكسجين من أسباب المهمة جدا اللي بتسبب إعاقات وعدم اتزان ومشاكل في المخ والأعصاب وبتعمل لنا مشاكل كتير ومن ده من الأسباب هل يمكن اعتبار الوراة كمان يعني سبب من أسباب يعني توحد أو أي احتياج خاص طبعا فيه عامل وراسي وفيه كمان حاجة مهمة جدا الزواج متأخر والخلفة في سن متأخر والزواج الأقارب كمان ما هي دي عوامل وراسية اللي تكلمنا فيها هي دي زواج الأقارب لو تكلمنا بقى عن الزوجة الزواج في سن متأخر يعني مش مستحب أن الزوجة تتجوز بعد الأربعين وتخلف بعد الأربعين والخمسة والأربعين بس دلوقتي العلم تطور يعني يمكن خفت نسبة يعني إنجاب طفل من دول الاحتياجات الخاصة بعد الأربعين لا هي ما خفتش إحنا بنقول إنها زادت بس إحنا بنقول إن ده سبب من الأسباب وعمل مهم جدا إن إحنا برضو بيخلق إن إحنا عندنا طفل توحدي أو إنجاب أطفال توقم يكون فيهم طفل عنده من زو الإعاقة الخلفة في سن متأخر عشان كده ما بنصحش قوي بالزواج متأخر والخلفة في سن متأخر الأطفال دي اللي هم فلدات أكبدنا كما أشرت يعني مليانين حنية وحبه بيملوا أي مكان بيروحوا له طاقة إيجابية دائما ما بيعانوا من التنمر مش هم بس أمهاتهم أو دويهم أو أي حد خارج معاهم لأي مكان بيتعرضوا للسخرية للإستهزاء يمكن الناس يقلدوهم أو يتنمروا عليهم طب أنتم كأخصائيين إزاي بتساعدوا الطفل على تجاوز التنمر والسخرية والحاجات اللي بيتعرض لها وهو في أي مكان عام يعني زي الأطفال الآخرين وإزاي بتساعدوا الأمهات من خلال التوعية النفسية وورش العمل النفسية اللي بنهيق بها الأم إن هي إزاي تتعامل مع طفلها وإزاي تتحمل كم التنمر اللي بتتعرض ليه يوميا لطفلها لازم من التوعية التوعية في المدارس التوعية للأبناء في الأسرة طبعا إحنا يعني على قد ما بنقدر بنلبي دورنا بس طبعا مش هنبقى دايما ملمين بكل اللي محيط بالطفل فإحنا دايما بنندد بالتوعية حتى في المدرسة إن إحنا ندي كل من يتعامل مع الطفل في المدرسة بالضغط طفل زوي الاحتياجات الخاصة أو طفل الدم إنه إزاي يتعامل معاه أو إزاي نحميه من التنمر من زميله في المدرسة طبعا خصوصا التنمر يعني الجميع بيعاني منه فبالأحرى الفئة دي وفيه جمعيات كتير ومنظمات عالمية بتنادي يعني مؤخرا في السنوات الأخيرة بمحاربة التنمر ننتقل للجزء الجميل اللي هو الدمج اللي فيه أراء متعددة ومتضاربة الدمج فيه دمج جزئي وفيه دمج كلي يمكن أنا على علم وعلى دراية بأنواع الدمج اللي موجودة في المغرب لكن هو هنا في مصر يعني هل الدمج جزئي أم كلي والله يعني احنا لو اتكلمنا في الدمج ماش عايزين نقول ان احنا قصا يعني بنطالب دايما ان احنا يكون عندنا دمج جزئي صحيح يعني ان هو الطفل ايه الدمج الجزئي الصحيح اللي هو الطفل بيكون في الكلاس بتاعه والطفل النورمل في الكلاس بتاعه بيتقابلوا في حصص الأنشطة في حصص الألعاب في الفسحة في الإزاعة المدرسية ده يعني بنعمل زي نوع من الدمج ان هم يتقابلوا فترة بسيطة ما يبقوش متواجدين كدمج كل طول اليوم في الفصل ليه؟ لأن ده ليه سلبيات خطيرة جدا أولها ان المعلمة التربوية اللي مش متخصصة في التربية الخاصة مش هتقدر تتعامل معايا طول اليوم تاني شيء ان الطفل ده معرض للضرب من زميله أو ان هو يضرب الأطفال المحيطين به أو يقصر حاجتهم ومش هيخلي المدرسة تعرف تركز في الفصل ويعني هيحصل لو فيه أكتر من طفل توحد هتبقى مشكلة في الفصل صح أنا متصفقة معاك جدا لأن هذا رأيي خصوصا أني أنا كمدرسة لغة فرنسية كان عندي سنة دي خمس أطفال من دولة احتياجات الخاصة وبدلت مجهود مضاعف ويعني مجبورة عليها مع اني كنت فرحانة به شفت انت قلت ايه مجبورة عليها لكن هي لو معلمة تربية خاصة أو خصائية تربية خاصة مش هتبقى مجبورة هي دي مهنتها اللي هي رضي بيها فهي هتتحمل كل ما يصدر من الطفل وهيبقى دواجبها هاليات ازاي تتعامل مع الطفل يعني عشان ندمج الطفل كليا في المدرسة لازم الأول نوفر حجرات خاصة بأدوات خاصة لازم أساتذة مكونية لازم تعويض مادة كمان عشان نكمل الدمج الجزئي نقول أنه لازم نتوفر في المدرسة غرفة مصادر للطفل بالأدوات بكل حاجة يستخدمها الطفل من خلال معلمين التربية الخاصة يتعاملوا معاه بيها وكمان الفصول لازم تكون أرضية يعني لأن الأطفال دي ممكن حد يدفع حده يعني يحصل كده ضربة أو أي خصام بينهم في حد يرمي حد من البلاكون أو يعني ضروري توفير حجرات أرضية بالنسبة للفئة دي تفقى معايا؟ بعد المدارس برا أو المجهزة بيعمل لهم اللي هو السلم اللي بيطلع عليه الكرسي بعجل على أساس الأم ما تقدرش تشيل الكرسي وتطلع به وتنزل به فإحنا برضو بنطالب في المدارس بتاعتنا الحكومية أنه هم يخصصونا مصاعد لطلوع الكرسي للطفل أو أنه هم يحاولوا زي ما حضرتك قلتي وتكرمتي أن يكون في الدور الأرض طب هالي الخطة العلاجية هي نفسها لكل المرضى يعني كل مرض على حدها أم الخطة بتتبدل يعني حسب الحالة حسب السن حسب القدرات والله هو كل طفل بيبقى له برنامج خاص فردي ليه مش كل طفل زي التاني يعني أنا لو هدي طفل توحد مش زي أعاقة عقلية مش زي طفل عنده مشاكل عدم اتزان أو عنده إعاقة حركية أو التوحد نفسه التوحد نفسه فيه شديد ومتوسط وضعيف فإحنا بنقول أن كل طفل ليه برنامج اللي بنشتغل معاه بي مش بنشتغل مع كل طفل يعني يجب الكشف عن الحالة وتقييمها وبعدين تحديد الخطة العلاجية لكل حالة على حدها طيب خلينا نقول إيه الخطة العلاجية دي وين اللي قررها وإزاي نعرف نسبة الطفل ده عنده نسبة كم التوحد هل هو متوسط هل هو شديد أبدأ إزاي أنا كأم عندي مشكلة اكتشفت أني ابني متأخر ما عندهش تفاعل عايزة أطمن أشوف ابني ده هل هو توحد ولا لا أبدأ بإيه هبتدي أروح الأول على طبيب أعمل الأول مكياس سمع ما ممكن الطفل يكون مش سامع وهم مش منتبه لنا وإحنا نفكرين أنه هو توحد ونفضل نعالجه على أنه توحد ومش توحد هو ما بيسمعش أو عنده مشكلة أو عنده مية في الأذن أو عنده سائل أو عنده أي مشكلة محتاجة علاج في أذنه فإحنا هنعمل مكياس سمع بسيط نتطمن على طابلة الأذن عند الطفل ونتطمن على ودانه لو هي سليمة فاش أي حاجة نبتدي نروح لطبيب المخ والأعصاب يكشف على بقرات المخ ويشوف المخ هل هو عنده كهرباء زي دماء كهرباء حاجة والتوحد حاجة هل هو عنده مشاكل بتسبب عدد من الاتزان أو مشاكل بتسبب باله أعاقة حركية أو حاجة طرفية أو حاجة في الحركة بتاعته هل هو فعلا عنده تشنجات عنده أي مشكلة في الكهرباء أو حاجة في المخ والله الدكتور المخ والأعصاب قال أن الطفل كويس وسليم مفوش أي حاجة معافي يبتدي نحوله على طبيب النفسي الطبيب النفسي اللي هو بيعمل المقاييس واختبارات الزكاء وبيقدر يحدد لنا الطفل ده إيه نوع إعاقته وإيه النسبة بتاعتها وهل هو متوسط ولا شديد ولا بسيط ويقدر من خلالها نحدد النسبة بتاعته ويحوله لي بقى كأخصائي تربية خاصة أتعامل معاه عشان نختم لأن وقت الحلقة خلص وحضرتك محتاجة حلقات كتير عشان تنورين على الموضوع ده خصوصا دول يعني يعني زي الإضافة الحلوة اللي بتكون عند الناس اللي ربنا قدر عليهم إن يكون عندهم طفل عنده احتياج خاص ربنا يعنهم وربنا يكون مع أطفالنا دول فلدات أكبدنا اللي احنا بنحبهم رسالة للأمهات في جملة دايما بنقول للأم التدخل المبكر التدخل المبكر التدخل المبكر عشان تحفظي طفلك وتقدري أنت تستريحي لما يكبر ما تعنيش لما يكبر التدخل المبكر شكرا جزيلا نورتيني وشرفتين أنا سعيدة بالحلقة دي واتمنى لقائك مرة أخرى تحياتي للمشاهدين الكرام وإن شاء الله حلقة خفيفة وأجمل تحياتي للطاقم التقني مع السلامة